عايز اقول لحضراتكم ان اللي ذكروا معالي السفير النهاردة من ضمن الاتصالات والمشاورات وتوقعوا في الفترة القادمة زيارات مكوكية سواء من مسؤولين من وزراء خارجية من غيره وقتوقعوا ايضا وانا متوقع وده قد لا يعلن عنه تحركات مصرية ما ذكره سعد سفير محمد حجازي امر مهم خدوا بالكم في مؤسسات في هذا البلد بتتحرك على هذه القضية ومنذ سنوات بعيدة وهي رمانت الميزان وتتدخل بقوة اسمحوا لي ان انا احيي المؤسسات المصرية اللي مسك الملفات ديه اللي بتتحرك على الملفات ديه اللي واقفة في ظهر ناس كتير جدا واقفة في ظهر شعب باكمله وتقدر تسند وتقدر تتحرك وتوقفت وقف اطلاق النر قبل كده مرة واثنين وتلاتة وتدخلت باوامر من رئيس عبدالفتاح السيسي في الكثير من اوراق هذه القضية وما زالت تتدخل الان محاولة لاحتواء الموقف من ضمن الزيارات النهاردة كان نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي والطاقة النهاردة بالرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الكلام حوله اهمية دور مصر في الفترة القادمة في ملف الصراع الدائر ما بين اسرائيل وفلسطين والرئيس عبدالفتاح السيسي اكد وده بنأكده دائما احنا بنحاول نعمل كل الاتصالات وان الموقع عشان الموقف لا يتفاقم ولا تتزايد حدة هذا الموقف لان خدوا بالكم ان كل يوم بيعدي وكل ساعة بتعدي زيادة اسرائيل كمية الحشود اللي عاملاها بدبابتها وحاجتها هي بتحضر الاجتياح بري ضخم لغزة واعلنوا وقالوا هذا الكلام ولكن ايضا بتوق حماس وشباب حماس المتحركين ما زالوا يهاجمون بالسواريخ بتاعتهم وفي اماكن فيها اقتتال في اماكن معينة وبتتسمع ضربات الرصاص في القطاع اللي هو بيسموه جدار غزة الخارجي عند المستوطنات في عسقلان وبيتحركوا عليها وبيخشهم وبيقدروا ان هما يتعاملوا معها وخرج حد من الجانب الاسرائيلي من المسؤولين قال احنا مش قادرين نقفل الجدار مش قادرين نقفل الجدار لان من يوم السبت اليوم الحد كانت لتربع الجدار ضواع هما بيعيدوا بناء هذا الجدار بشكل او باخر ولكنه قال ستظل هناك بعض التسريبات والامكانيات لدخول من حماس او دخول مجموعات قتالية من القسام او غيره وهم متمركزين علشان يمنعوا هذا الدخول وفي نفس الوقت استعدادا لاشارة رجوم بري محتمل كاسح لهذه المنطقة طيب في خلال الفترة اللي فاتته زي ما قلت لحضراتكم طوال السنوات الماضية مصر كانت حطى القضية الفلسطينية دايما في رقم واحد وكنت دايما بتقوله هو الرئيس لما بيسافر برا ليه بيعيد القضية الفلسطينية او بيعود اتكلم عنها وكنت مرة علقت من حوالي سنة او سنة ونص على فكرة تركوا يا جماعة العالم اختار ان يتناسى القضية الفلسطينية فكل لما ييجي رئيس بحجم عبد الفتاح السيسي بالملفات المطروحة ويقول اه عندنا واحد اتنين تلاتة بس لو سمحتم ما تنسوش ان من اوائل القضايا التي يجب ان تنظروا اليها لانها ستفجر الوضع في الشرق الاوسط هي القضايا الفلسطينية والحل السلمي وحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني هذا التكرار الان عندما يرجع بقى ويقعد كل رئيس بقى ولا كل واحد بياخد قرار ويقعد يفتكر يقول او الله ده الناس دول كانوا بيقولوا ان ده حيحصل ما احنا حذرنا ان كثرة هذه الضغوط هو اسرائيل خرجة تموت الشعب الفلسطيني وتقول حماس بتقول حماس يعني ايه بتقول حماس يعني بتقول بسبب حماس وما يحدث من حماس هو مين اللي خلى حماس تتحول الى هذه القوة ما انت يا اسرائيل انت يا اسرائيل قل لي قعدت تموتي في الناس فحولت حماس الى ابطال بيدفع عن الناس طب لو انتوا كنتوا عملتوا حلول الدولتين كانت تواجد حماس هيكون عامل ازاي لو انتوا التزمتم بالشريعة الدولية والقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية كانت حماس هيكون موجودة مفيش مش هيحصل اذا الذي ادى الى هذا التطور الذي حذرت منه كل الجهات المختلفة وحذرت منه الكثير من الدول والكثير من القيادات العربية بما فيهم جمع الدول العربية هتطلع بيانا النهاردة طبعا وحتشجب وحتعمل كل حاجة ولكن يجب ان تكون هناك تحرك واضح زي ما طلب سعد السفير اشتركوا في القناة